أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وردتنا عدة أسئلة ومن هذه الأسئلة يقول السائل لماذا يكثر الجهل عند بعض الناس في الأمور العقدية وماذا يبدأ الطالب ليتفقه في دينه إن يبدأ الجهل أو سبب الجهل في العقيدة هو عدم الاهتمام بها وعدم دراستها على أيدي العلماء المحققين من الصغر ولذلك حكومتنا الرشيدة من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وهي مهتمة بالعقيدة في المدارس والمعاهد والكليات تدرس دراسة عميقة مختصرة ومفصلة بهذا تترسخ العقيدة ويكون الإنسان المسلم على علم بعقيدته كيف يصححها وكيف يقويها وكيف هذا لابد أننا ندرس كتب التوحيد الصافية السليمة المستبدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونجعل لها الصدارة في المقررات ونجعل لها الوقت الكافي حتى تترسخ حتى تعلم بتفاصيلها ومعرفة ما يضادها وينقصها أو يبطلها لا بد من هذا فأسباب ضعف العقيدة أو عدم التمسك بها هو الجهل بها والتزهيد في شأنها هذا هو سبب ضعف العقيدة فالواجب أن يعتنى بهذا الأمر اعتناءا تاما كما كان عليه الحال في هذه البلاد في مدارسها ومساجدها من جعل العقيدة لها الصدارة في الدراسة التعليم في التأليف في الدعوة إليها فأول ما يبدأ الداعية إلى الله بالعقيدة وشرح العقيدة لأنها هي الأساس نعم